موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على آلاء الله الحمد لله على فضل الله الحمد لله على ما أكرمنا به من الغيث الزائر الأبيض جبل الشيخ جاء إلى عندنا هنا زاد المخزون المائي من فضل الله على الأقل عشر درجات هذا من رحمة الله هذا من فضل الله هذا من بركات السماء التي أغاثنا بها مولانا فله الحمد حمدا كثيرا طيبا فرحت الناس فرحا بلا حدود وانتشروا لأنهم لم يروا هذا الزائر الأبيض منذ سنوات فخرج من المنازل مع أنه البرد قارس والثلوج تراكمت يعني في عجل وصل ثمانين سنتي في عما نمكن وصل أربعين خمسين سنتي سمك الهطول الثلجي ومع هذا خرج الناس أول ما فتحت الشوارع يرون أطفالهم هذه المشاهد اللي بعضهم ما كانش مولود يعني لما ولد ما رأى الثلج فالأول مرة يرى ولذلك بدون مبالغة إذا قلنا خرج قسم كبير من عمان من منازلهم ليروا هذا الزائر فرحين به مستبشرين به إن شاء الله المخزون وصل قريب الخمسين بالمية بعد ما كان بالخمسة وثلاثين أو نحوها على كل حال هذا فضل الله فله الحمد والشكر مولانا نسأله مزيدا من رحمته يا رب العالمين إخواننا المشاهدين الكرام أخواتنا المشاهدات الكريمة أتحياكم الله جميعا السلام عليكم ورحمة الله والبركات نسأل الله لنا ولكم أحسن الفهم في الآيات ونسأله أطيب الأوقات لأمتنا أينما كانت أقطارها يا رب فرج عنا هذه الغمامة السوداء التي تغشى وطننا العربي فرح قلوبنا بنصر قريب عزيز يا رب العالمين آمين وبعد أيها الكرام يعني عنوان هذه الحلقة الحياة عبادة والعبادة حياة أخذا من الآية التي سنعيش في ظلالها بعض الوقت إن شاء الله تعالى تلكم هي قوله تعالى الآية يعني وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ نُقْطَةَ من سورة الذاريات نعيش في ظلال هذه الآية دقائق معدودات إن شاء الله تعالى ثم نتكلم عن بقية قضايا الحلقة كلمة الأسرى بطبيعة الحال والتعريف بكتاب العلامة أبو الأعلى المودود رحمة الله عليه نعرف بواحد من كتبه ومن موضوعاتنا ما الذي دهى العرب وأيضا كلمة عن الحرية مطلقا وحرية الفكر تخصيصا ثم قضايا مختلفة حتى لا نضيع بعض الوقت نعيش مع الآية الكريمة وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ حصر قصر مثل ما انت شايف وما خلقت إلا يعني هذه حصر قصر الصيغة ما أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت أنت لست شيئا إلا أنك أصبع دميتي في سبيل يعني إيش حصر قصر تماما سورة الذاريات بدأت بفاصلة الألف والذاريات ذروة يحسنا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا إنما توعدون لواقع إنما توعدون صادق وإن الدين لواقع والسماء ذات العبق ثم اختلفت الفاصلة وختمت بفاصلة النون فيها قصة إبراهيم وضيفه من الملائكة أتاهم بالطعام يظنهم عابر سبيل ضيوفا فأعلموه أنهم من الملائكة ثم فيها مشهد من قصة موسى ثم مشهد من عاد إلى آخر السورة هذا خواتيم السورة هذه الآية قبل آية الختام يمكن ثلاث آيات وما خلقت الجن والإنس ولماذا قدم الجن لأنهم أسبق منا في الوجود أسبق منا زمنا وإن كنا أسبقا وأعلى منهم رتبة ومنزلة ودورا ومقاما ورفعة وشأنا قل ما تشاء نحن من فضل الله أكرم المخلوقات هذا الإنسان الذي يبدو صغيرا ضئيلا لكنه عند الله عظيم إن أدى وظيفته وإن أدى دوره منه الرسل أكرم من خلق الله اللهم اجعلنا على خطاهم حملة للدين خدما للدين ناصرين للدين مبشرين بالدين إن شاء الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لاحظ يعني أيها الإنسان أقول أنت في كون عابد سماوات عابدة نجوم عابدة الشمس والقمر كله عابد سماء أرض عابدة بمحيطات بحار أنهار أشجار حيوانات كله يعبد يا السلام نعم بطريقته كله يعبد بطريقته إذن أنت في كون عابد فكن من العابدين وكن مع العابدين إياك أن تكون ناشزا في هذا الكون إياك انسجم مع كون كله عابد كل ذر في الوجود تعبد المولى الذر عالم الذرة لا ترى بالمايكروسكوب الإلكتروني 150 ألف مرة يا دوب تشوف الذرة إلكترون بروتون في المركز وإلكترونات تدور حول المركز عابد الذرة إلى المجرة كله يعبد الوحيد اللي ممكن ينشز عن قانون العبادة الإنسان بعض الجن بعض الإنسان طبعا وبعض ينسجم مع العبادة وبعض يعبد غلطا على هوا ويظن أنه يعبد الله تحلم تعبد الله بما شرع الله لا بما تهوى نفسك كثير من الناس بأدو طقوس ولا عبادات من التقاليد مش من دين الله عز وجل على كل حال إذن إن كل من في السماوات والأرض إلا إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا الحساب فردي الحساب فردي ويسبح الرعب بحمده والملائكة من خيفته أي يسبحون بين قوسين محذوف من خيفته وإن من شيء إلا يسبح بحمده شيء الذرة شيء المجرة شيء السماوات شيء المحيطات شيء شاف عالم المحيطات كم فيه من التريليونات المخلوقات كله مسبح ولله يسجد من في السماوات والأرض من حين يجي النص ما في السماوات من كما تعلم من العاقل ما مطلق وخاصة غير العاقل ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم أي تسجد بينقوسين وظلالهم بالغدو والآصال الغدو البكير الصباح والآصال بعد العصر إلى الغروب أصائل أصال آصال وهكذا ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض أحيانا ما في السماوات والأرض أحيانا ما في السماوات وما في الأرض بعيد ما للتأكيد إن لم يذكرها بيكون اكتفاءا بما ذكر مرة واحدة لله ما في السماوات وما في الأرض السماوات والأرض وهم ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون من دابة تشمل البشر هذا ليس دواب بمعنى يدبه على الأرض يمشي يمشي إذن هنا ركز على الأحياء أحياء ركز على الكون كله بما فيه من جماد إذن مقول العبادة هي تصور الدين الأساسي يعني الدين كله بنلخصه بنلخصه في كلمة العبادة مش الشعائر فقط هذه خمس صلوات الصوم مر بالسنة الحج مر في العمر لمن يستطيع والزكاة على نسبة محدودة اللي بيستطيعوا لأن مع هالأحوال أغلب الناس لا يستطيع إذن الزكاة محدودة الحج محدود ظل الله محدود الصلاة الصلاة بد يكون قاسم المجتمع الأكبر منذ أقدم الهمجية إلى أحدث المدنية ما فتأ تصور العبادة ملازما للإنسان يعني من أول الزمان إلى آخر الزمان مجتمعات بداية مجتمعات راقية كما يسمونها مجتمعات متطورة مجتمعات متدورة كله بمارس العبادة يعني أفريقيا منهم من يعبد توطمز تواطم يعني شأن رجل جاجة ما يخذها توطم يعبد أحيانا تمثال بيصنعه وبيعبده أها إذن فطرته مفطورة على العبادة لما لم يتعرف إلى الإله الحق قام يعبد من هب ودب علينا المسؤولي أن نعرف الناس بربهم بدل ما يعبد تمثال أو صنم أو زعيم أو يعبد صورة أو غيره من المعبودات ما أرفنهوش على إله الكون سبحانه الواحد القدير العزيز بأسمائه الحسنى وصفاته العظيمة سبحانه ما وصلنا لهم الرسالة والدعوة لأننا نحن مشغولين باللجمة ومش بحصلينها ومشغولين بخلافات الدول العربية متى تنتهي بتعرفش يفتعلونها حتى لا تنهض الأمة خلينا موضوعنا الله يهديكم إحذن العبادة العبادة أحياناً 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 يعني الآن ألف مليون إنسان يعبدون البقرة قريب منهم يعبدون بودا قريب منهم بالهند وغير الهند أقاريم كثيرة تعبد بودا بودا شخص يعني يقولون إنه حمل للناس نوع من الوأض نوع من الدعوة نوع من أياً كان راه بوطر مات فصاروا يعبدون بودا ربما يكون داعية لأي دين ما نعرفش أديان كما تعلمون في الدنيا بلا عدد هائلة جداً دلال إن الدين فطرة فإن لم يعرفوا الدين الحق لجأوا إلى دين أي كان أي كان شلفقش يعني بلفق دين تلفيقاً من فضل الله أن عندنا الدين الحق لكن ما فهمناه ما وعيناه ما أدينا حقه الرسالة يجب أن تعم رحمان العالمين دينكم عرفهم بالمعبود الحقيقي فيعبدون فيسعدون بعبادتهم يعني وحد مش لاقي الطعام الجيد سامحني يعني بيأكل من الحاويات والله هالمنظر شايفه بلوس أنجلس والله بيناموا جنب الحاوية وبيأكلوا من الحاوية وهذا بيته جوار الحاوية مجاور هذه توينكلينج يعني هذه المدينة بيعتبروها قمة الحضار الغربية قمة أمريكا أمريكا هي قمة العالم ذا هي قمة القمة خمة الخمة زي بعضهم زي بعضهم للحاويات هذا لو وجد طعاما أنا بتكلم عن العبادة بقيس لك الأمر يعني لو وجد طعاما نظيفا طيبا بمكان نظيف كان أكل ما عندوش استطاع هذا مسؤوليتنا أن نعرف الناس بالإله الحق ليعبدوا العبادة الحق التي ترفع من كرامة الإنسان عندما تقف بين يدي الله الحمد لله رب العالمين العالمين ما رب العرب فقط رب السمران فقط رب الشرق الأوصل لا رب العالمين اللي بنعرفه واللي بنعرفوش رب كل من في السماوات وكل من في الأرض وكل ما في السماوات وكل ما في الأرض هذا الذي نعبده إذن نحن إخوة في الإنسانية إخوة في عبادة الله الواحد شئنا أم لم نشأوا ليش ما نشأ شناقص عنينا أن الكون كله محراب عبادة والناس كلهم يقفون أمام الله الحق فيعبدونه على كل حال إذن الحاجة إلى العبادة حاجة فطرية مش أنه جت علي مستجد من المستجدات لا فطرة غرزت فيه وغرست فيه ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من الناس إذن في إشارة إلى كثير آخرين ما بيعبدوش بينما الكون المادي كله بيعبد لأنه يعبد بالتسيير أنت يا إنسان تعبد بالتخير هذا بالتسيير والتسخير أنت تعبد بالتخير مختارا أن الدين اختيار لا إكراه في الدين ومولانا أكرمنا كراما بهذا الاختيار بلا حدود فالعبادة والصلاة والحمد والسجود والتسبيح والقنوت يغشى كل شيء في الكون حيا أو غير حي شاعرا كان يعني حاسس بما يفعل أو غير شاعر الفطرة أو الغريزة بتعبير المودود رحمه الله ما زالت تجبر الإنسان منذ بدء الخليقة على أن يبحث لنفسه يعني إلى يطأطئ له رأسه عبارة المودود الفطرة تترك حبل الإنسان على غاربه يعني الفطرة بتقول لك فئلة بعد هذا بالظل أنت تعرف بعقلك بروحك بالكتاب الذي أنزله الله إليك بالرسل الذين يعلمونك تعرف من هو هذا الإله الفطرة بتناديك لعبادة الإله لكن من هو ما هو ما أسماؤه ما صفاته كيف تعبده من يعلمني هنا مهمة الدين وربنا أكرمنا من فضلنا بأعظم رسول وأعظم كتاب وأعظم دين ولكن لم نقدر نعمة الله علينا ولم نرعاها حق رعايتها للأسف الخلاصة مش عاوزين نطيل الكلام إذن كل نبي كانت دعوته لقومه تتلخص في هذه الكلمة أعبد الله ما لكم من إله غيره يا السلام أعبد الله هذا ملخص الدين كلمة واحدة أعبد الله ما لكم من إله غيره وتأمل دعوة إبراهيم لقومه في سورة العنكبوت وإبراهيم إذ قال لقومه أعبد الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أحسن لكم في الدنيا وأحسن لكم في الآخرة إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا أعبد من يملك لك الرزق ولا أحد يملك الرزق إلا الله عز وجل إذن فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون إخواني سورة الفاتحة اللي هي نقرأها في كل صلاة مالها تسعة وعشرين كلمة وما هذا قلب السورة أتعرف أي كلمة إياك نعبد هنا القلب أربعطاش قبلها وأربعطاش بعدها كلمة نعبد في القلب من سورة الفاتحة يا السلام قلت سبحانك أنا أتأمل بالسورة يعني قلب سورة الحمد أو سورة الفاتحة أو فاتحة الكتاب أو سورة الصلاة هذه لا تصح الصلاة إلا بها قلبها كلمة نعبد قبلها ربعطاشر كلمة وبعدها ربعطاشر كلمة وعدد الحروف أيضا متقارب جدا سبحانك وفي القلب كلمة نعبد إذن كأن عمود السورة محور السورة ما نحن أن لا تصح عبادتنا إلا بها إياك نعبد وإياك نستعين على حوائجنا على رزقنا على التوفيق على شأننا كله إياك وحدك يا مولانا نستعين على كل حل إذن ويوم يحشرهم جميعا ثم يقولوا للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون شف الجواب قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون بوهموا الجن هم من الملائكة مثلا يعني فيعبدونهم الملائكة بلهم شعلاقة كانوا يعبدون الجن يظنونهم مثلا بدنا نطيل أكثر من هذا مختصر القول كلمة الأسرى أقول أيها الإخوة الكرامة السلام عليكم طبعا من أخرجوه بالسرطان على حفة الموت قاتل الله الصهاينة يعني شفت لما بدفارق الحياة طلعته قبل يعني أيام حتى أم لم تعرفه يا الله كم هذا العدو مجرم احكم هو قاس قم هو بلا قلب والعرب يضحكون له ويبتسمون له هلا خبيبي هلا خواج لا هلا بمن هلا بأعداء الله أيها الأحباب نأسف لهذه الفاتحة معكم تعلمون ولا أحد يعلمكم بديهيات هذا الدين أن الكون وما فيه ملك لله لله ما في السماوات وما في الأرض ما فيكم إلا من يحفظها نحن من ضمن من في السماوات والأرض نحن لله كل ما فينا لله ونحن يشرفنا أننا ملكه وعبيده وهو الذي يصرفنا ويمتحلنا بما يشاء لا بما نشاء ليعلم الصابرين هو يعلمهم مطلقا لكن بدي يعلم الصابرين بالموقف أعلم الصابرين تحت التجربة تحت المعاناة وليعلم المؤمنين ويعلمهم لكن بدي أعلمهم في الميدان مش أعلمهم بعلم المطلق أعلمهم بعلمي بعملهم بالقيام بعملهم أشوفهم في الميدان وهو يعلمهم بغير واسطة لكنه لا يجزيهم إلا بعد علمه بعملهم واقعا ومن بديهيات الأمور أن الأمر كله لله لله الأمر من قبل ومن بعد قبل ماذا مطلقا بعد ماذا مطلقا من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء أي في الزمن المطلق له الأمر وأقرأ عليكم هذه الآيات افتتحت بها نهاري هذا اليوم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله حاشاكم طبعا إنما إخواني هذا امتحان لا شيء من عذاب الله هذا يساوي هؤلاء غدا سيعذبون مخلدين وأنتم منعمون إن شاء الله مخلدين مقابل هل كم سنة يعني هذا امتحان الله وأنتم تعلموننا لا نحن الذين نعظكم حاشا والله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ولا يأتي أن النصر قريبا إن شاء الله ليقولن إنا كنا معكم اللي كانوا عويون وجواسيس ومدرمين إنا كنا معكم يتشرفون بكم لكن سيطردون عنكم أنتم في الجنات والمنافقون في الدركات السفلة أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين شفت كم مرة كانت العلم إخواني الله يعلمكم في زنازينكم في ضيقكم في معاناتكم مع هذا العدو المجرم يعلمكم كل ذرة من تعب تنالكم تحت علمه وبصره إلى أن قال مولانا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه سورة العنكبوت فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما لتعلم درس الصبر ألف سنة هو يقارع في قوم جلاميد فأخذهم الطوفان وهم ظالمون وموضع شاهدي أن نصر الله قادم وقريب بدلالة ولئن جاء نصر من ربك وأيضا درس الصبر من نوح وأيضا نتذكر أننا ملك لله يتصرف بنا سبحانه كيف يشاء هذا مالك الكون وهو بنا رحيم وإن شاء الله سيجعل لكم مولانا فرجا قريبا سلام عليكم أحباءنا إخواننا نلتقي في الوسطة التانية يكونوا معنا ترجمة نانسي قنقر اخواننا مشاهدين اخواتنا مشاهداتنا حياكم الله مرحبا بكم في الوصلة الثانية من لقائنا لهذا اليوم تحت عنوان ما الذي دهى العرب أحاول أن أقول دهاهم يعني مصيبة لحلت فيهم شمالهم لنلقي نظرة على واقع العرب قبل الإسلام وبعده في ملخص سريع بعض المؤرخين يبالغ في حسن واقع العرب قبل الإسلام بدليل رحلة الشتاء والصيف يعني كانوا تجارا وبعدين اللي تعلموا أن رحلة الشتاء والصيف كانت تبلغ إلى أوروبا ما شاء الله وإلى أقاص الجنوب والشمال والشرق عشان نقول لك أن العرب كانوا قبل الإسلام مستنيرين ومريشين وتجار يجوبون الفياف والقفار ما شاء الله إذن يعني كأن الإسلام لم يقدم لهم إلا أقل القليل عاشا كانوا على هامش هامش التاريخ فأصبحوا هم صناع التاريخ بالإسلام دخلوا التاريخ بالإسلام دخلوا الجغرافيا بالإسلام قبل الإسلام لا في التاريخ ولا في الجغرافيا صح موقعهم مهم رحلة الشتاء والصيف الكلام عن عن الموقع ومن الذي كان يقوم بالرحلة أليسهم يا شيخ بلى بلى هم لكن أما كان التظالم موجودا أما كان الوأد موجودا والخمور والقمار والشرك والزنا والفواعش ولا لا نبالغ في حسن العرب عشان نغمط حق الإسلام ونبالغ في سوء العرب عشان نبرز لا الإسلام قدره عظيم بدون هالمحاولات بدون هالمحاولات والبعض يستشهد بلغتهم الراقية ما ممكن تتطور لغة إلا في ظل مجتمع متطور هل كانت يا شيوخ اللغة العربية متطورة قلنا نهل نعم إذن العرب كانوا متطورين لا يا سيدي تعرف أنه قمة التطور في اللسان العربي في الصحراء العربية ولذلك كان العرب كما كان سيد الرسل صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى البادية ليه لأن البادية ما في اختلاط المدن كوزموبوليتان على رأيهم إن فيها شغالة البنغالية والشغالة السيرلانكية والشغالة الأفريقية من كينيا ومدر وين بصير ترطن مع الأولاد بصير ترطن مثلها ماما أنا يجيب ماما أنا ما يودي أنا يعني بصير الأولاد يرطن مثل الشغالات فكانوا يودوهم على الصحراء والأصمعي لما أراد أن يجمع اللسان العربي طاف على الصحارة وعلى قبائل العرب في مواقعهم في قلب الصحراء وهي بعيدة عن كل الاختلاطات لا أحباش موجود ولا غير موجود عرب أقحاح مناطق اليمن وغير اليمن الأصمعي جمع اللسان العربي من هذه المواقع صحيح كان اللسان العربي متطورا هذا من فضل الله لينزل به القرآن وهو في قمة تطوره فسخر له جهابذة أفذاذا من الشعراء والقالة هي أصحاب القول ومن الحكماء وأصحاب الحكم من أجل أن يتطور ويترقى اللسان حتى بلغ الذروة نزل القرآن واللسان في قمة تطوره وهذه عجوبة طبعا يعني السنن العادي أنه يتطور اللسان ضمن دولاب تطور المجتمع أما أن يتطور اللسان إلى درجة أعلى لغة في العالم في مجتمع بدائي متخلف هذا شيء عجيب هذا اللي حصل هذا اللي حصل معناه ربك كان يرعى هذه اللغة سبحانه وسخر لها هؤلاء الأفذاذ من أجل أن يطوروها وقد كان فلما بلغت أوجها نزل القرآن ربي لك الحمد على كل حل إذن رقي اللغة لا يدل على رقي حضاري وسياسي واجتماعي واقتصادي وزراعي في الزراعة أصلا لأنه بالغ في مدح العرب هذا منهج المستشرقين انتبهوا أخواني هاي وأتباؤهم من اليعاريب وش هذا العرب يعني تلميذ المستشرقين بنألو الكلام والمنهجية ويعمل لك باحس من جماء الداحس واضح ليصلوا إلى الغض من فضل الإسلام على العرب وأنهم كانوا في طريق النهضة من قبل الإسلام يا السلام ونقض هذا يسير جدا فأولا شمال الجزيرة كان مستعمرات إلا أقول لي الروم كانوا مصلين لفين لمنتهى البساطة غزوة مؤتة فين فين في مؤتة يعني النبي غزى العرب ولا غزى العرب وكان الروم قد حشدوا مئة ألف دعما للعرب المشركين لهم عملاءهم شو أخذ بالك ولا إيه فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم العرب ما بيحشدوا مئة ألف يا أمو هذا مدد رومي لعملاءهم العرب غزوة تبوك صحيحنوا في الظاهر قدام العرب يقفون لدعوة الله لكن أيضا يمدهم من بعد أجنادهم يمدهم الروم خالد رضي الله عنه في وقعة اليرموك أو معركة اليرموك العظمى إن شئت اليرموك في بلادنا الروم كانوا يحتلونها اليرموك اليرموك وحدودنا مع مع سوريا المهم كل بيعرف الوادي اليرموك وسد لمخيبة اللي ما بن بناش لأن إسرائيل دمرت كل معدات عثمان فما تبلغوش تقول العرب كانوا أقوياء كده ولا كده ولا نيلة إذن الروم وصلين حتى تبوك والروم من يعينون أمراء المناطق أهلا أنا ما قلتش زي الأيام هاي لأنه بصير بعدين في 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 إيش في تناقض مع الواقع يا السلام بالله شرق الجزيرة وجنوبها كان مستعمرات وجنوبها طبعا مستعمرات الفرس والأحباش اللي هم كانوا برضو عندي الفرس عملاء والدليل ما قال رستم للصحابة فاكرين لما رستم قال له يا عرب أنت لغاية مبارع كان زعمائكم يجون نأطي كسوة للصيف وكسوة للشتاء ونجع بقرشين شو نجد عليكم فرد عليه ربعي بن عامر الموقف اللي كلكم حافظينه الله ابتعتنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام إحنا صح العرب هم العرب لكن الحشوة الآن تغيرت يا مستر رستم إحنا الآن مملؤون بالإسلام جايين يقنعكم من الأرض يا الله ما الذي دهانا سبنا ديننا اللي عظمنا وفخم شأننا ورفع من سويتنا وصيرنا شوفت عينك تلعب بنا إسرائيل وكلنا نخطب ودها ونتودد لها إسرائيل إحنا بدي أطبعنا أنا على الدور وقف قال له استنى بس أفضلك لأن في عندي مجموعة أنا بدي أطبعه وسابقوك إنما محفوظ دورك أنت رقم خمسة إن شاء الله تعالى ولكم ولكم ولكمين أهلا 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 نين أهلا جيتونا خاضعين بلاش يلا أنتا جينا أصدقاء بلاش خاضعين ما نقول فاهم على الكل يا حجي إلا ما قلنا شم جؤوا لهم خاضعين خلينا بموضوعنا الله يهديكم لا إله إلا الله إذن فاكر لما الأحباش سيروا فيلا وقطعوا كل جزيرة العرب ألين وصلوا مكة ومن الذي دفع الفيل العرب لا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل حما بيته رب البيت وصاحب البيت حما البيت ما فكرش العرب شكل خلايا مقاومة يا عرب لك شكل خلايا مقاومة نيلة نيلكم حاشا الإخوان المشاهدين سامحونا اللغة يعني بس أنا مغيوز من العرب القدامى مش أخد بالك أنت يعني اللي غايزين من مين العرب القدامى مش قادرين يعملوا خلايا مقاومة بتحكي عن إيش بحكي عن الفيل المبدأ يا موية المبدأ بدلا ما نطبع مع إسرائيل إدعموا المقاومة قال الله إحنا ما نشتغلش بوجههن حلوتك حلوتك من آخر كده تسلم لي تسلم لي يا مخلص بس ياريت تعاملوا مع بعضيكم بهالصفاء ياريت تعال بعضهم ده مثل هيا حلوتكم حلوتكم مع لمتكم مع اسعمتكم اشتغل ليك في الموضوع حاضر يا سيدي فيل ماشي معه الأحابيش لما وصلوا البيت وفاكر لما زعيم قريش بيسألوا الأبره الحبشي الأشرم قالوا جاولنا إبلي قالوا ترك البيت سأل عن إبلي قالوا أنا ربها أنا صعبها أما البيت فإن البيت رب يحميك كلام جميل جدا يعني عرب مش قادرين يحموا البيت تفتخر لي يا عروبي بتفتر بشواربك عليها كان العرب على رأسي العرب والله نحن نفخر بهم ونعتز إن لم يحاربوا إسلامهم إن حاربوا إسلامهم لا نفخر بهم ولا نعتز وليسوا منا ولسنا منهم ولا نعدهم في البرية دور خارج البشرية من لم يعتز بقرآنه العظيم ورب الكون بما تعتز أنت قال أنا أعتز برصيفي رصيدي أنا قاعد على نهر من الذهب إيه إيه وماذا صنع لكم ذهبكم برطولكم الأسود بطرولكم يا سيدي برطولكم بطرولكم تبرولكم ماذا صنع لكم لا شيء لا شيء أرصد كلها عندهم لن تأخذوا منها إلا المصروف مصروفك روح والدليل أن الأحباش سيروا فيلا مع جيش ليهدموا الكعبة وهي عز العرب فانسحبوا من أمامهم وشعارهم للبيت رب يحميه لم يخطروا البالهم أن يشكلوا على طول طريق الفيل في رقم قاومة لكن يكمنوا في الطريق لو كل قبيلة تكفلت بقتل خمسة خلص جيش أبرها واحد الفيل على عينه بنجني الفيل بداعس اللي حوليه ونخلص لم يفكر عربي في المقاومة الفنيلة ونيلة يجرون ذيول الخيبة والهزيمة ولعز العرب المهم وفاخروا الدنيا وهابهم الناس لو فعلوها المقاومة وقتلوا الفيل مثلا وجاء نور القرآن وبعث خير البشر رسولا لهم صلى الله عليه وسلم فعاندوه وحاربوه وقاوموه وأخرجوه واتهدوا أتباعه حصل ولا ما حصل حصل دفاعا عن مصالحهم وطبقياتهم واجتماعياتهم ومكاسبهم والمظالم التي كانوا يعيشونها من رق وتطفيف وغير ذلك ثم دخلوا في الدين إيه اللي حصل لهم فلما اعتنقوا دين الله انطلقوا في الأرض لما اعتنقوا انطلقوا اعتنقوا الدين فانطلقوا في العالمين بمحرك النفاث نفخ فيهم روح العزة والوحدة إلا أولي متى اتحد العرب إلا على القرآن فاكر باحث والغبراء واللي استمرت الحروب عشرات السنين عشرات السنين هم يحتربون ألف نيل ونيل ألف وقع ووقع والله لأغمسن دم دم زيفي في دم الخلاصة فتحوا الدنيا شرقا وغربا شمالا وجنوبا ما الذي غيرهم وأعزهم بعد ضعة وذل وأغناهم بعد تخلف وفقر ووحدهم بعد احتراب وتشردم وتمزق وتشتت ننوحدهم إنه فضل الله عليهم بالإسلام وظلوا في عز ما داموا على منهج الدين وتبدل حالهم بمقدار ما ابتعدوا عن الدين حتى جئنا إلى القرن الثامن عشر والتاسع عشر حيث بدأت أوروبا تستيقظ مارد كان نايم صحي صح صح وجانا بجحافله وحنا في التخلف فبهتنا واستعمرنا عن آخرنا وقع العالم العربي كله والعالم الإسلامي تحت قبضة المستعمرين من الشرق ومن الغرب بدأت أوروبا تستيقظ وتنهض وتنطلق بقوة علومها فكان أنغزتنا بجيوشها ومذاهبها أهم من الجيوش الفكر والثقافة كالتشار يا قراما الثقافة وصارت هي من تنصب علينا من يديرون شؤوننا وفشت فينا مذاهب العلمانية والقومية والليبرالية والاشتراكية والمجرويش من المذاهب اللي هي ما فيش مذهب إلا اعتنقناه ووقع العالم الإسلامي كله تحت قبضة الاستعمار حتى الدولة العثمانية التي كانت رايتها تجمع المسلمين وقعت تحت قبضتهم وحكمها يهودي من الدنمة مصطفى مش مصطفى ولا كمال ولا أتترك من يهودي الدنمة حارب اللغة العربية والحرف العربي والقرآن حتى القرآن يكتب باللاتيني معكش القرآن عربي يا الله حاقد على الله ودين الله وقرآن الله واللغة اللي بها نزل كلام الله وعلى الصلاة وعلى المآذن وعلى المساجد خلى المساجد لكن خربها من الداخل علمنا الناس فانقطعوا عن المساجد صارت المساجد هياكل ومع هذا الآن من يجرؤ أن نزل صورة مصطفى كمال سبحانك سبحانك ربي مجرم خائن عميل لا يجرؤ أحد لنزل صورته يا الله ما هذا وراء الصهيونية العالمية عمو بتحرش العلمانيين اللي بتركية يعني هما قطعا الأتراك بيخططوا لهذا لكن مش قادرين يرجع المصحف المصاحب رجعت عربي لكن يرجع الحرف العربي بدل التركية الحرف اللاتيني دونه خرط القتاد يا الله واحد بيخرب بيوم صر له هذا الكلام مئة سنة ونيف ومحناش قادرين نغير شيء الخراب بيوم العمار بده مئة سنة يا الله شفتوا إخواني شفتوا يا بوي نعم بلخص لك التاريخ عشان ناخد الزبدة على رأس معلقة مصطفى كمال أتا ترك وظهر فينا من ينعق أن سر ضعفنا إنما هو من الإسلام يا ولد عزنا بالإسلام صار الإسلام سر ضعفنا قال له وحتى وتخلفنا يا شيخ ليش احنا من دون الأمم متخلفين يا قدع لأن احنا ما زلنا على نهج بريطانيا وفرنسا وغيرها من دول الاستعمار احنا ما زلنا مستعمرات مستعمرات هذا سر تخلفنا يا حجي وليا باسط وكذبوا على تاريخ عمره 1500 سنة والآن كيف نخرج مما نحن فيه لا مخرج للأمة من الضوائق والأزمات إلا بما بما أنقذت أوائل هذه الأمة بهذا الدين هناك المخرج إخواني هذا الكلام تشخيصا سهل لكن في التطبيق صعب لأنه متمترس أصحاب المواقع بمواقعهم أصحاب المراكز بمراكزهم وأصحاب الثقافة الغربية بثقافتهم معتزين وحنا مبسوطين كده آخ مش سهل التغيير ولاحظ في العالم الإسلامي كله كل من دعا إلى العودة للإسلام يقمع ويقطع لسانه إعدام اغتيال قتل سجن مؤبد تعذيب شديد إلغاء الكتاتيب ما قلتش عبد الناصر عشان قل لي زاقتنا عبد الناصر ما هو رأس الأفعى حجية هذا اللي بسم العروبة هزيمة وراء هزيمة نكبة وراء نكبة دمار اقتصادي دمار سياسي ظلم تعذيب تخلف وطلعنا بعده اللي راح على إسرائيل من هنا أنا أقول نزور القدس أزور هذا خليفة عبد الناصر حكم العسكر دمر ما عمر غرقنا في الديون غرقنا في التبعية اشتراكية علمية يعني الشيوعية يا أخوان نحن بنقراش ولا إيه إيه يعني اشتراكية علمية ما تقول المصطلحات يا أخي اشتراكية علمية يعني الشيوعية قومية عربية ولا قومية ولا نيلة 48 هزيمة كان عبد الناصر فيها 56 هزيمة عبد الناصر فيها 69 هزيمة ماذا ما أقول يعني ولا مرة يعمل هيك طبعا خلنا نهضة اقتصادية لا ولا شيء ولا شيء خليها على الله إذن ما المخرج مما نحن فيه بما خرجنا أول مرة بما خرجنا أول مرة كنت بدي أعرف بكتاب أبو الأعلى المودودي رحمه الله مش رأو حجيب الأهن خلص بنأجل لحلقة جاية لكن اقتطفت منه كلام عن الحرية الفكرية فعن بقرأ في الكتاب لدكتور القرضاء والله يحسن ختامنا وختامه إن شاء الله يعني عرفناها قبل 55 سنة بس فقط لا غير 55 بالضبط 55 سنة المهم وما أزور قطر إلا أزوره ما زرته من 20 سنة والتقينا في مؤتمرات في أمريكا وفي أوروبا بلا عدد من فضل الله أستاذنا فوق الرأس والله وجدت يتكلم عن الحرية أنا كنت أكتب عن الحرية ف وجدت المودود نفس الكلام عن الحرية الفكرية يلتقيان فقلت ألخص وأضيف من عندي ما يسر الله الحرية أقول بظن الناس أنه الدين ما له جايق مع حرية الناس لا جايق مع الظلم الواقع على الناس ويقطع دابر الظلم اللي كان يحجر على حرية الناس ما تستعبدتم الناس يا سلام على الفروق التلميذ النجيب العظيم الذي هضم عن معلمه صلى الله عليه وسلم روح الإسلام عزة وحرية ما تستعبدتم الناس كلمة لا أمل من تكرارها والله لو كل يوم أعيدها لا أمل متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار أعطيني في سوى القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما يوازي هذه الكلمة لا والله بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما في أنفس من هذا الكلام متى استعبدتم الناس على أي أساس وقد الناس مطلقا ما قالش العرب وقالش المسلمين وقالش المؤمنين الناس مطلقا وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا هذا دين تحرير البشر من كل ألوان العبودية آخ لو نعي روح ديننا آخ الحرية أقول يعني الحرية كالأكسجين بالضبط والله يعني منعت حرية خلقتني نحن خلقنا أحرارا لا نطأطئ رؤوسنا إلا للعزيز مولانا سبحانه بقول الدكتور القرضاوي ضرورة الحرية الإنساني الفرد والمجتمع إن هذا الحرية ليس شيئا ثانويا على هامش الحياة البشرية بل هي أمر ضروري لروح الإنسان كالطعام والشراب لبدنه فلا يعتبر الإنسان إنسانا إذا لم يشعر بذاتيته ويحس بكرامته وبقدرته على أن يخط مصير نفسه بيديه لا بأيدي آخرين يحركونه كالدمية أو يقودونه من أذنيه كبهيمة الأنعام إن مناخ الحرية شرط أساسي لنمو الذات الإنسانية يا سلام يعني شجرة غمرناها بزاوية لا ترى لا الشمس ولا الهواء ولا سقية بتموت الحرية هي شمس نمونا الحرية هي هواؤنا الذين تنفسه في الحلقة الثالثة نكمل الحديث عن الحرية كونوا معنا أيها الأعين ترجمة نانسي قنقر اخواننا مشاهدين اخواتنا مشاهداتنا حياكم الله مرحبا بكم في الوسطة الثالثة والأخرة من لقائنا لهذا اليوم كنا بدنا نخفف عنكم وصله عشان الجو لكن يعني هو لو تكلمنا في الأسبوع ثلاث حلقات ثلاث وصلات والله ما غطينا القضايا لا والله لكن يعني ولا البلاش يعني قصدي لقاء واحد ولا نحرم أن نرى هالوجوه الطيبة على كل حال بقول الشيخنا القرضاوي الله يكرمه مناخ الحرية شرط أساسي لنمو الذات الإنسانية وشرط لتحقيق سعادتها مش بس النمو أكون سعيدا بلا حرية أنا أتعس المخلوقات بحرية أنا أسعد الناس فالإنسان الذي يساق إلى غير ما يريد ويكره على غير ما يحب ويجرع من الأفكار والأنظمة ما لا يقبله ولا يستسيغه بحال لا يمكن أن يكون سعيدا ثم إن السعادة لا تتم إلا بالأمن أمن أمن يعني مش الآن تحطني في السجن إذا أنت آمن لا بسرقوك أو بسرقوني أنت سرقت حياتي وسرقت حريتي لا يمكن أن يكون سعيدا ثم أن السعادة لا تتم إلا بالأمن ومن لا حرية له لا أمن له إذا أفقدتني حريتي أفقدتني أمني وأفقدتني سعادتي وأفقدتني إنسانيتي ثم إن الحرية تلازمة للمجتمع لزومها للفرد يعني مش بس الفرد محتاج للحرية المجتمع أيضا محتاج الحرية حتى يبدع يعني الغرب شبعان حرية حتى التخمة آه شبعان حرية وصل حلقيم والعربي ضمآن حرية هي قناشف مسكين قلنا له عروبي اشرب قال عمنا وشارب مية لكن ناقصني حرية مش مية آه آه العربي اللي ربنا خلق حرا كالطائر يحط في قفص ليه يعني مثل سيد قطب هذا إرهاب يا شيخ أبأس مصطلع اخترعتو أيها الأعاريب هالمصطلع إحنا أودنا أن نكافح الإرهاب بالله عرفونا بأنتوا إرهاب ولا مش إرهاب كذلها بالعكس أنا اللي جاي أحارب الإرهاب يا فرحتي بيك يا فرحتي بيك أنت اللي حتحارب بالإرهاب ألي أيوة أمال مين أنا الدهو وإدود يا بطل معدود يا ريس الدهو وإدود يا ريس آه يا الله الرضا تمت حريتهم وحريته نمى شخصيته وغرست فيهم روح الإباء والشمام شم العرانين خشم بالسحاب يا أيها الأعراب خشمنا الآن تحت التراب ذل على فقر على النهزائم على ضيع مقدسات وأسكت ضيعت الدنيا وطبعتهم على رفض الضيم والهوان وعلمتهم أن يقولوا لا مو لا 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 كبيرا بملء أفواههم غير هيابين ولا وجلين لأنه جو حرية يعني ميستر بريزدند رسن يوان رونغ ما حبي روحه على السجن وط قال له انت غلطان واحدة اثنين ثلاثة اوه ثانكيو منتهى البساطة ميستر بايدين يوان رونغ مش إله يا أبويا احنا عندنا يعني يعني وحد يقول انت خلط فاكر لما الشيخ علي عيد الله يرحمه عدنا هالقصة في مجلس الأمة زوان عبد الناصر تاني 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 حتى تقولنا عبد الناصر ده مش حمل من ذكره لأنه رأس الخراب بدأ من عنده من عنده ولا زاله عن ربابة بما عبد الناصر ناصر يا حرية ناصر يا اشتراكية وان غنيت لك اهميت مرة ناصر واحنا كلنا حوالي ناصر وعيون الدنيا عليه ناصر نيلة نيلة اللي كانوا حواليه نيلة من عبد الحكيم عامر الى السلسلة كلها سروة ايه ومش عارف مين واسماء سميتموها احسان عبد القدوس ومعر بابة كله مداح الأمر يا وشيس قالك شوف السلطة عبد الناصر في القمر اوالله تلقى احلموا احلموا اسرحوا في حال المهم فالانسان الحر يشعر تماما بمسؤوليته عن عملي اعطيني حريتي وحملني مسؤوليتي ارتكبت خطأ حاسبني مش خطأ اني ادعو الى ربي مش خطأ اني اقول كلمة نصيحة من محبة وحرص على نفسي وبلدي وشعبي وامتي ووطني وديني ومقدساتي مو غلاط قالنا هذا الكلام مش شغلك احنا اللي منشتغل بهذا الكلام مش انت نتفضل لما تهمش انت امه باكملها يعني مصر 110 مليون انا بقول انا بقول اسمعني انت هو انا اللي بحكي انا بقول بنزلش الميكروفون من ايدي انا بحكي عن نفسي دائما 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 بحب الميكروفون سبحان الله انا رئيس جمهورية الميكروفون العظماء واضع اخواني بحب الميكروفون سبحان الله بيني وبينه حالة عشق فظلنا احكي احكي عن الميكروفون كلام يعني كلام ولا شي مهم احظلني احكي واحكي يا رب عفوك لا إله إلا أنت غير هيابين ولا وجهين الحرية لازم المجتمع وهي أساس المسئولية الأخلاقية فالإنسان الحر يشعر تماما فاكر فاكر ولا ناسي عنتر بن شداد أبو قال له عنتر ما شاء الله جسمك قد الزير الزير المية ليس زير سالم كر يعني يهجم على العدو قال له يا أبو العبد لا يحسن الكر والفر يحسن الحلب والصر يعني بصر ضرع الغنمة والنهاية شغلت أنا عنتر بطل فقال له كر وأنت حر يعني يهجم ولك الحرية طحش الغزاء عنتر بعدها صار حرا يا السلام لما كان مش حر ما بيقاتلش أنا بحلب غنم تفضل يا سيدي تفضل يا ستي تفضل يا مش عارمين اكنس الكنسة ما بطل شغل كالناس يا الله والله بزور الفنان الكبير الله يرحمه أحمد رائف اللي كتب مسلسل جمال الدين الأفغاني كنا نزور في بيته والله هذا كاتب مؤلف صاحب دار نشر كلام قبل خمسين سنة المهم المهم سرنا معا ليلة مرات زرنا مرات مهم خلصني قال لي والله يا أستاذ لساني آثار الزجاج ما زالت فيه حتى الآن يكسروا قزاز على درج خشن درج السجن يا لابن بعد سنين ما زال مليان اكزاز اكنس الدرج اللي عليك اكزاز منعم مطحوم طحن بلساني قال له أيها أخ سوداني كان معانا بهالقواعد أيام زمان بعد زيارة الخرطوم والله بقول لهم أبو القاسم فين قال لي يا زون بينك وبينه واحدة أبو القاسم أخو حبيبي زايك أبو القاسم زايك أبو زايك أبو أي والله ورجعنا آثار الكربيج في رقبته قال أنا زون سوداني كنت بصلي في مسجد بتعلن جمعية الشرعية ولا بتعلن إخوان وللهم فنموني مع هل لموهم اسمك قال له أنا أبو القاسم ضربني كرباج قال لي أنت مش أبو القاسم أنت فتحية اسمك يا ألا قال له أبو القاسم ضربوا أنا رقبته بالقرباج قال لي والله هاي أثار كربيج كرباج كرباج معلم في رقبته أنت اسمك إيه أبو القاسم مضربوه اسمك إيه فتحية قال له خلاص بعد كده شوف يعني ما شريمته والله رجل مثل مثل السكرة الشي الوجه الوجه هذا أسمر لكن هذا حافظ لكت إلى رقم ألف أبو القاسم نقطة 35 يا زول يكرها على طول خط 715 يكر لك إياها رأينا نماذج سبحان من خلق سبحان من خلق من فضل الله هالزمان عرفنا بالمئات من عينات إلي وإلي وإلي فالحمد لله يعني رصيد الجعبة مليانها لو دفتح الجعبة مليانة من فضلنا الخلاصة بقول أساس المسئولية الأخلاقية فالإنسان الحر يشعر تمام مسئوليته عن عمله ويجتهد في إتقانه والارتقاء به متعاونا مع غيره في سبيل هذه الغاية ثم قال مولانا وأستاذنا الله يكرمه أما إذا كانه مجرد ترس في جهاز أو قطعة غيار في مكينة كبيرة سن في الدولاب يعني تدار فتدور وتحرك فتتحرك بلا إرادة منها ولا وعي فإنه يتراخى ويكسل ولذلك إنتاجنا صفري عن الزيرو أو بلو زيرو تحت الصفر والاقتصاديا ما فيش نمو زراعيا ما في نمو فيه تراجع آه لسه لسه إحنا الخير بأوله اللي ناقص على مصر جسد 114 مليار متر مكعب مية بس بس مش كتير يعني ولا حاجة 114 مليار ولا حاجة خالص آه طبعا ولا حاجة خالص آه طبعا الأراضي حتطبل يا ضنايا طبلت يعني نشفت والسد العالي حيوقف حاله والكهرابة حتتنيل فاكر وأنا أقول لكم فاكر فصيح لا والله ما أنا فصيح اللي مول السد العرب انبارح والله بتابع بهالمعلومات وإذ أقع على معلومة العرب 12 مليار مولين سد النهضة مش هقول لك مصر معهم مش هقول لك قال لك لولا 11 يناير وال25 يناير 2011 ايوه اللولا ومصر كشفوا الظاهراها ولا وغزبا يعني ما كانش سدت بنا طب يا سيدي ماشي الثورة خيانة ونيلة وهباب انت وقعت لي الثورة نيلة ماشي الحال 25 يناير هباب ماشي الحال انت وقعت لي وقع ثم فاوض أما الممولون العرب دفعوا من خلالهم 12 مليار دولار كنت هتكلم عن ما يرتب العرب في السيلف ديستركشن لتتمير الذات الصومال هتسمع أخبار قريبا قلاقل في الصومال وانقلاب هتسمع قريبا واريتيريا في أحداث هتسمع برضو العرب موكلون بتخريب العالم العربي والإسلاميين إخواني الأمر أخطر مما أقول أخطر مما تتخيلون تدمير الذات على قدم مساق ليبيا دمروها وراها وراها والله ما خلي فيها حجر على حجر أخ اللي بيعي على الواقع ما بينام الليل والله لا والله ما بينام الليل اللي بيعي على الواقع إذن أحسن طريقا نطنش لا بدنا نفهم بدنا نفهم وبدنا نعمل نوقذ أمتنا حرام خير أم صير أبهد الأمة في العالم على كل حال بلا إرادة ولا في أنه يتراخى ويكسل ويعمل عمل الأجراء المجبورين لا عمل الأحرار المختارين أعني أنه يعمل بغير دافع يعني أنا شاف الأحوال اللي بيعمل من نفس أخ أقول لك إيه والله يوم جايزون ربما القواعد ناس ناس المهم من قيادات فتح ومن غير فتح المهم فشافوا اللي احنا عاملينه فقالوا أنت ألف واحد بهذا القاعدة هاي يعني قلنا له أنا على البركة خليه على البركة قال هذا الإنجاز ما بيقوم به إلا جهد ألف مش هقول لك الرقم طبعا مش هقول لك الرقم مش هقول لك يقسمه على خمسين مثلا يا الله إيه والله لكن والله كان الإنجاز كأنهم ألف إخواني لما تكون مؤمن بالشيء تأتي بالخوارق يا بويا قول يا باسط قول يا باسط أخ يعمل بغير دافع وبغير رغبة داتية ملقن عبئه على كهر غيره متسغل أنت يا لا اشتغل عني وعنك أنا أدخل لصغارة بقى خلط الصغارة ما تيجي بقى أمال أعشاء كباية شابعة الصغارة أه مش عاوزين يشتغلوا ما فيش الدافعية الداخلية إن قتلت الحرية لازمة للمجتمع لأنها تتيح له تصحيح الخطأ ده غلط غمزة عين يختفي ورا الشمس الشيخ علي عيد قالوا سياد الرئيس كلنا لا احتاج لتربية روحية أنا وانت والكل يعني ما روحش على بيته الشيخ علي عيد يريت على السجن السجن مثل ما قالوا يعني السجن يعني شرف يعني في العالم العربي الأجزاء الأحرار للأسف يعني المهم مش موضوعنا مستشفى المجانين وتفضل عيد تفضل الشيخ مقنون الله يكون بعونه هههههه تتقننت ولا أن يقول كلمة نقد نحن جميعا نحتاج تربية روحية إيش فيها الكلمة المتألهين بتحملش كلمة أمو بتحملش خليها إلى الله نقد الغلو والتقصير والإفراط والتفريط في التخطيط والتنفيذ وفي التفكير والسلوك وبخاصة يتعلق بالشخصيات العامة والمؤسسات العامة مش كده كده أحسن ده مش كويس من حقي كمواطن بحب بلدي ووطني وشعبي وقومي وفلوسهم وصالحهم رديم كالفنة كام قال للتفريعة يعني حاجة بتاع مليار مليارين تناثة أربعة ممكن نفهم كاش في الحساب والشغل كالا طب انشرونا البيانات والمعلومات عشان نفهم انت مين قلناه أنا الشعب وأنا الشعب قال لينا لتنييلك أنت والهباب اللي بتقول عليه شكرا أما جوض الضغط والإرهاب والخوف فيعقد الألسلة والأقلام أن تقول عن شيء غلط 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 إيه نحن ما عندنا لاش غلط إيه نحن بنبلع الضلط أها غلط غلط مين يا أم ده أكيد كيدا كيدا أكيدا مزموط فتتضاعف الأخطاء وتتضخم الانحرافات ويجداد السوء سوءا ورحم الله آبا وكر الذي قال في أول خطبة الله بعد الخلافة إن رأيتم فيها وجاجا أو إذا رأيتموني على حق فاعينوني الروايتين وإن رأيتموني على باطن فسددوني رحم الله امرأ عمر بيقول أهدى إلي عيوب نفسي والمراد بحرية المواطن رفع الأغلال عنه وخلاصه من كل سيطرة ترهبه أو تعوقه في إرادته أو حركته أو في أمور يعني تدينه ولا عباداته ولا أمن الشخص أمنه في بيته وأمنه في اقتصاده إلى آخره أن يبدع أن يتكلم بحرية السياسية أن يفكر الخلاصة حرية في نقض الأوضاع حرية في أن يخطب تحلم ما تغطب المودود وجدته بتكلم عن الحرية الفكرية قلت سبحان الله يعني أتنقل بين كتاب وكتاب ألاقي الموضوع مشترك قلت والله فرصة نسمي أحبابنا بعض ما نقرأ فعملت عنوان الحرية الفكرية وتربية الإسلام أتباعه عليها يعني فكر بحرية فتبدع لكن تفكر ضمن السرب ضمن الليميتس أنت تشتغل في دي تطلعش عن الخط ده لكده ولا كده لفوق ولا تحت على المصطرة كده ما في إبداع ولذلك لا في اختراع لا في اكتشاف لا في بحوث علمية حقيقية جادة لا في تقدم لا في نهضة لا في إلا النيلة من الفتاة العبقرية في كتابات المودودة ما كتبه في كتابه الدين والدولة تحت عنوان التصور الإسلامي للحرية ما تلخص لنا ونفهم خلاص علخص لك ما تزعلش سأله سائل شف عبقريتي المودودين قال له يا مولاني الرسول صلى الله عليه وسلم سأله زيد في موضوع زينب يعني أنا يا رسول الله بدي أطلقهم يعني مش متوقين يعني ما في تعايش ما في تفاهم قال له أمسك عليك زوجك وسجلها القرآن فطلقها زيد أليست هذه يا مودود يعني معصية للرسول أنا أخص لك الكلام ليش أنا أخص لك الكلام يا السلام يا السلام على المودود لما يحلق قلت يا ولاد العفاريت اللي هم مين يا ولاد العفاريت اللي دائما بتكلم المودود ده راغي اللي بتاع التكثير ده زيه زي سيد أضب تكثيريين كذب من قالها المودود تكثيري المودود موسوعي العظيم رحمه الله نجتمعت مع الندوي المودود ما التقينا لكن قرأت كتبه من بدون مبالغة من ستين سنة لا والله وأكثر الحمد لله المهم خلصنا فبقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يا السلام هنا الفكرة الشخص الرسول والرسول في أمور ورده كانوا يسألوا الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله يعني هذا من بعد النبوة والوحي والاجتهاد شخصي بيبقى لغتنا يعني اليوم فقلوا لا هذا اجتهاده ليس رأيا يا رسول الله بدر نموذج الخندق نموذج يعني ما الذي جرى في بدر الرسول عليه أزكى الصلاة واختار موقع هنا فجاء الحباب بن المنذر وقال له يا رسول الله أمنزل أنزلكه الله وحي أن يرغب قال لا وإنما الرأي والحرب والمكيدة قال له لا والله الرأي والحرب والمكيدة قال ليس برأي ليس هذا هو رأي هل عصى الرسول لا لا إذن الرسول عليه أزكى الصلاة له جانبان جانب شخصي وجانب رسالي باعتباره رسول الله وحيوحا إذن هنا طاعته أمر واجب مفروض هنا إن وافق السياسة وافق الرأي وافق العقل وافق التخطيط نعم وكانوا يسأله فلما قال له أمسك عليك زوجك نصيحة مربي نصيحة والد نصيحة ناصح محب لأنه التفريق يعني خليه آخر الطريق آخر الخطوات الكاي مثل ما قالوا اسبر عليها فيش مرة نفصل على عقل راجل يعني ولا راجل نفصل على العقل مرة يعني تحملوا بعض مش طايق يا رسول الله يعني فيها شموخ أنا ما ما تخش كمن وحد يشمخ علي يعني يا رسول الله لا تحملش طلقها هل عصى لا آه فهم الأمر على أنه نصيحة شخصية وهي كذلك وسجلها القرآن أمسك على زوجك واتق الله ثم كمانت العيات بحافظينها طبعا تزوجها الرسول لحكمة يريدها الله أنه اوعى الكلام الفالسو يقولوا لك موقعت فينا هذا كلام كتبنا بدها غرب لا يا أخوانا مش غربلوها البجم لا غربلها النصح الفاهمون لدين الله أبتل هذه الرواية حاشا الخلاصة إذن هذا ملخص بسوى أنه أعود إليه والله مرتاني لأنه وجدته جميلا جميلا وفصل في القضية تفصيلا مبينا رائعا راقيا قل ما تجده إلا عند المودود اليوم ما قلنا شيئا سامحونا لكن ما فاتنا اليوم نعوضه إن شاء الله في حلقات قادمة أعذرنا على الضعف إخواننا الأسرى إخواننا المرابطين أخواتنا المرابطات أمهات الشهداء أمهات الأسرى أمهات المبعدين أمهات المضطهدين المطاردين ثبتكم الله جميعا أنتم في مواجهة أشرز عدو جبان نعم لكن يدعمه العالم والعالم وأنتم لهم بالمرصاد إن شاء الله المدد من الله لكم حياكم الله ثبتكم الله آجاركم الله في بلدنا الطيف هذا إخواننا لمن يتابعوننا حياكم الله أسأل الله تعالى أنه يعني هذا اللقاء يعلم الله أنه أحرص عليه حرصا فائقا يعلم الله لكن أحيانا نضعف الأداء حقكم كما ينبغي لكن نعوضه إن شاء الله في لقاءات قادمة بيكون الأمر أروق يعني شغلنا شوي بموضوع السلج على كل حال حياكم الله أعزكم الله أسأل الله تعالى أن يديم اللقاء فيه ومن أجله ولدينه نصرة لهذا الدين تثبيتا لبعضنا على هذا الدين حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة